قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إنه لا يخطط لتوسيع التعبئة الجزئية التي أعلنها قبل ثلاثة أسابيع في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مشيرا إلى أنه قد جند 222 الف رجل حتى الآن بوتين قال في مؤتمر صحفي إنه يتوقع انتهاء التعبئة في غضون أسبوعين معترفا بأنها شهدت إخفاقات وبخصوص الممرات الإنسانية للحبوب الأوكرانية أشار بوتين إلى أنه ينبغي إغلاقها إذا تبين أنها تستخدم فيما أسماه أعمالا إرهابية بوتين أضاف إلى أنه لا يرى حاجة لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن في شأن الأزمة